السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبنات كذيري لبس عليكم كنتمنى انكم تكونوا باخر وعلى خير وانتم ما قد شاهدوا هذا الفيديو هاجي اليوم ان شاء الله جينا لكم بواحد وصفة ذوائية جديدة دولي بران حبيب الجماير شكو اللي ما عمره كالو يقول عنا في الكومنتر فهوام شهور بزاف بزاف عنده مغاربة اللي ضرره راسول اللي جا شا صداع تيمشي تياخد دولي بران المهمة دوح الدواء مسكن من المسكينات تزويبونه بزاف بنسبة لدوائية الاستعمال جالو كيف مغنى صداع في الرأس او للصداع النصفي كذلك كيعالج الحمى كيعالج الالام المزمنة والحادة مثلا بحال الناس اللي كيتهرسوا بزاف بزاف كانين الالام مدمنة وحادة فهو كي يساعد باش يعالجها كذلك تيسكل الالام اللي كتنتج على صداع جال الراس او للصداع النصفي كيفما سبقتك قلت علاج اعراض جالبرد بحال الانفلونزا و الرواح والعاطس و سيالة الانف الى غير ذلك كذلك التهاب اللوزتين وآلام الحنجرة والادن فزون بزاف من المسكينات القاوية اللي كتاخذها مرة واحدة و ما كتبقاش تتاخدها مرة اخرى بالنسبة هاد شي بالنسبة الاعراض اللي هو مبساط بحال الالفلونزا بحال الالتها بجال الحنجرة والادن و داكش اما بالنسبة الالام المزمنة فهو يمكنك تاخدو على شكل التخيط منه و تشوف من بعد الى لاقليك هو داك ما لاقليك شخصك تسهول للسيدراني او للطباب و غا تجع تكشي وصفة واحدة اخرى دوائية او لا غا يقولك تكمل لاتخذ مونجلك الواحد المدة ف كذلك تخف الالام جل الاسنان و العمود الفقاري و الالام الروماتشيزم و العضلات و المشكلات العصابية فهو دواء من الادوية المعجزة اللي عنا في المغرب فزون بزاف دوليبران 1000 ميلي جرام بالنسبة لما وانعت الاستعمال جلو فهو الحساسية من احد المكوينات كذلك بالنسبة للحمل والرضاعة فيجب استشارة الطبيب او للصيدراني ضروري الطبيب قاع في حالة الحمل او للرضاعة باش يعني المرأة كتكون في واحد الحالة اللي خاصة ما تاخد اي واحدة تسول عليها الطبيب بالنسبة لطريقة الاستعمال فكي تضع في واحد نص كاس جلمة كيتناول كيتناولوا الكبار و كذلك الاطفال الاكبر من 6 سنوات بالنسبة لكيفية كيفاش تاخدوا هذا من جوجة الربعة جاء للأقراس اللي متاخدوهم في النهار بالنسبة للنص الكبار بالنسبة للاطفال اللي ما بين 6 سنين و 12 عام فبالاحسن انهم ياخدوهم السوحدة جوجة المرات في النهار او الثلاثة لا حسب يعني ضروري ضروري ما تستاشروا الصيدراني على حسب كل عمر كل واحد فينا وخصوصا للاطفال إذا استمر عندكم الآلام وانتوا ما خجيتوا بالنسبة للنص الكبار كتر من عشرية او بالنسبة للنص الصغار كتر من خمس يام وما فاتوا ومش الآلام او لدك شي لاش خادوا فمن الاحسن انك تقطعوه مش تسول وش مناسبك ما ناسبكش تاخد شي دو واحد اخر اللي قدر يذكع لك دوك الآلام وغالي بالاحيان وكي يهد جي الآلام كي يحيد لك داقص داع جال الراس كي يحيد لك بزاف جال حواج كيف مما سبق قلت دوائي استعمال جاله فبزاف بزاف جال الامرات كنا دا اولا فيديو جالنا متمنى انه يكون عجبكم ما تنسوش البنات بارتاجيوه مع القراب والبعاد منكم تجيروا جمع الفيديو تجيروا ابوني القناة تلي داري اللي ما قد بخلش عليكم بالمعلومات وقد تشاركم كل جديد جلاف كل يوم او اللي ما نقولش كل يوم من يومين يومين تلتياب على حسب كل مرة واش فالظروف ما قد خليكش تصور بعض المرات على حسب الظروف فاللقنا وصفات طبية وزونا فاننا نتنجيو تنقطمو تنشاركوها معاكم ما تنسوش لكومنتر تنشوفهم إلا كانش سؤال أو لش حاجة فتنشوفهم كذلك ما تنسوش عنا واحد لانستغرام تواسميتو تلي داري لابسو تأبوني فيه تواقع اللحو فيه انتا اللحو الفيديوهات والجديد جانا وبعض النصائح بعض المرات علاشنا دمتم في رعاياتي اللعافية وهذا هو نهاية جلا في جديدنا إلى اللقاء البنت ترجمة نانسي قنقر